فرق مديد نصر على إنه مقر الليحة هتعالج الموضوع ده إزاي السستاري بما لا يخالف القانون علشان الناس ما تتركش لبعض الشائعات والقيل والقال وما إلى ذلك يعني طيب نرجع لأول إن مديد نصر جزء أصيل من فروع النادي الأهلي أما بدين يتكلم على مديد نصر فولاه كل الحقوق اللي موجودة جوه النادي الأهلي وعضو عاملي اللي بيسري على الجزيرة بيسري عليه لأنه عضو نادي الأهلي عضو عامل أكثر اللي ما حاشو قد بالي منه أن الليحة الاسترشادية الحالية اللي مطبقة زي ما حاكتها فضلت كده هي بتعامل معنم لتالفرع يبقى ما يسري عليه يسري على الفرع اللي هو زي حاجة ما نتكلم ولهم كل الاحترام إخواتنا في الشيخ زيد فروع جديدة مثلا في التجمع على الشيخ زيد أو تجمع ما يبقى ليه سيناريو معين هيطبق يعني لو أؤمن بنفس طريقة الشيخ زيد مثلا هو الاسترشادية شملة كده في الليحة بتاعتنا وخصوصا بعد ما حصلت مناغشات في ندوتنا مع إخواتنا في مدينة نصر اللي هم حسنين فيه ألأ مع العلم أن حتى في وجود الاسترشادية ما فيش أي حاجة حصلت تعدل من وضع أعضاء مدينة نصر العاملين في النادي هم أعضاء عاملين ولهم كل حول الليحة بتاعتنا يعني فيها بند أصيل وبند جنود رئيسية حتى مش جوه بند العضوية لكن جنود رئيسية في الليحة أن يعامل فرع مدينة نصر معاملة النادي الأصل من حيث شروط العضوية حق واجبات الأعضاء وذلك لإنشاؤه قبل العمل بالنظم القانونية اللي أتحت الاندية إنشاء فروليها وضع مستقل بذاته هو يعني مدينة نصر شأن النادي الأصل مثل النادي الأصل فأي مخاوف هو دي استجابة لأي مخاوف نشأت عند إخواتنا في مدينة نصر مجوز أقصير طب خليني أسأل حاجس سؤال واضح وصريح يا سستار كان في وقت من الأوقات زي ما قيل في لقاء عائلة الأهلي لما كان كابتو محمد الخطيب موجود إنه في عهد المجلس اللي السابق قال له كل احترام كانت الجهة الإدارية وفقت على خمس بيت عضوية يدخلوا بس كفرع في مدينة نصر هل الآن الكلام ده ممكن يطبق وإيه ضمانة عدم تطبيقه ليكون أهل مدينة نصر مطمئنين تماما إن شأنهم شأن الجزيرة ولن يعاملوا كفرع تولد الفترة اللي احنا موجودين فيها والفترة اللي فاتت لم تقبل وما عملناش قصة عضوية فرع لمدينة نصر ما حصلش إنه بقى فيها عضوية فرع والبند ده بيقفل القصة دي زائد بقى حاجة تانية رئيسية على موضوع النادي بكل الأماكن المتواجد فيها إنه فيه بند في الليحة أي عضوات إضافية بقى حتى الرئيسية اللي هي العضوية الرئيسية نفسها ما أقدرش أفتحها إلا بقرار من جمالهم وياه عظيم وبحدد عدد العضويات اللي أنا أقبلها كل سنة بالزبط حاليا في الاسترشادية لم تطرق لكده يبقى ممكن قرار مجلس الدارة هو نفسه يفتح لدو الاسترشادية ما تطرقتش للنقطة دي فأصل حتى الأصلية باللايحة بتاعتنا الجديدة لايحة النادي الأهلي اللي وضع أضاء الجمعية وعمال النادي الأهلي فتح أي عضوات جديدة ده قرار من الجمعية العمومية التانية غير وارد بالمرة اللي هي حيث تبقى يفتح لفرع المجيد نصر عضويات كمعاملة الفرع المادة دي نهت كل حاجة طيب خليني أؤكد مرة أخرى ويرب أكون فهمت من حدك صح أنه الآن في مادة أو أكثر في اللائحة بتحصن مدينة نصر شأنه شأن المقر الرئيسي في الجزيرة وبتعامله كفرع أصلي أو معاملة النادي الأصلي وطبعا هو عضو أصلي لأنه عضو جميع عمي رقم اتنين أنه ليس هناك ما يسمى بقبول عضويات مختصرة على فرع مدينة نصر فقط في اللائحة الجديدة رقم تلاتة أنه إجمالا العضويات العاملة لن تتم إلا بموافقة أعضاء الجامعة العمومية وبتحدد عدد العضويات التي يتم قبولها بالظل تمام ده الأمر ده يستلزم الحقيقة أنه أعضاء الأهلي مش بس يجوا 12 ألف يجوا 20 ألف لأنه الحقيقة الجامعية أو اللايحة واضحة جدا في ده بتعطي كل الحق الجامعة العمومية في تسير أمورهم فيما تعلق بشؤون عضوية وموضوع الفرع الأصل طيب باقي نقطة سلاحة ولم يكن ورد على فكرة لم يكن ورد إما لإيه اللي خلي ناس إلقتوا فتحوا الموضوع ده وقت أما بحصل منأشات مدينة نصر ووجدنا في بعض المخاوف من كده إصرار المجلس واللاجلة اللايحة بالقيادة كابتا محمود خطيب أنه لازم يكون في بند مستقل يؤكد على أن مدينة نصر أهل مدينة نصر يعامل معاملة النادي الأصل انتهت فيش أي حاجة تصير إنما لو في حد عايز يصير فتن بين أماكن النادي الأهلي اللي هي عمرها لا تتفرق ونادي أهلي واحد يبقى دي قصة تانية وأعضاء جماعة أمال النادي الأهلي وأنا متأكد من كده هم أبعد ما يكون عن الكلام ده وما زلت مصرر أي حد عنده لابس هو نظرا للمجرات اللي حصلة في موضوع اللاحة لما ما كانش حد ما كانش صغل لنبيان لسه بالتفاصيل ديابة للتأكيدات لضمانات هم الأنين منها طيب خليني أسأل حق سؤال تاني وهم دول دول جزء أصيل يا بس عشان لفظه هم هم جزء أصيل هم جزء أصيل من الجمعية العمومية للنادي الأهلي فإنهم هم لما رحوا عمل عضوية عمل عضوية في النادي الأهلي سواء في جزاء أو في مدينة ناصر كون بحكم السكن نوع بيروح مدينة ناصر فده قصة منتهية وبالتالي مدينة ناصر هو عضو أصلي وفرع أصلي شأنه شأن عضو النادي الأهلي وهم كانوا أبعد ما يكون على فكرة أننا أحد يسرير اللغة ده إلا عشان بعد كالقوانين واللواية حتة الفرع بس هو البند ده بيطمئنهم تماما نبقف للباب عشان مجلس الإدارة ده موجود النهاردة ربما يأتي مجلس آخر يكون لي فكر آخر الناس يبقى عندهم الجمعية العمومية يا صحابة القول الفصل في هذا الأمر طيب أنا فاكر كمان أنه في لقاء أهلت الأهلي بعض السادة الأفاضل يتكلم عن فكرة أنها قادر جمال العمومية بتعقد في المقر اللي هو الرئيسي في الجزيرة وإذا تعذر لك في أحد الأماكن فكان طلبهم طب ليه مش مقر تاني أو فرع تاني من فروع النادي الأهلي هل الليحة عالجت القصة المدينة ناصر موجود في القائرة كبرى هلأ أصل البند ده محطوط أن إلا قدر الله حدث غير طبيعي هدد إقامة بالأحداث يعني إلا قاعد يكون في حاجة طبيعية حصلت في البلد لقدر الله أو يهدد إقامة الانتخابات في الجزيرة فوقتها الطبيعي إيه الفعل اللي هيحصل المادة قالت القائرة الكبرى عشان برضو حفاظ على حتة أنها تعمل وقتها فرع مدينة ناصر الفعل العادي لكن ما فيش أي حاجة تخلق في حتة إن مدينة ناصر لا لا هو جزء أصيل والمادة واضحة والمادة برضو حاجة بتتكلم عليها اللي هو الاقتراع بتاعة الجماعة ومية هي في القائرة الكبرى عشان برضو لأنه موجودة فيها مدينة ناصر يعني لو الجماعة العمومية أو اللي هي ممكن تكون عادية أو غير عادية أو انتخابات أو أي شيء من هذا القبيل تعذر إقامتها في الجزيرة لا توجه لمدينة ناصر يعني لا نتمنى للبلد إن شاء الله فهمت طيب دي نقطة مهمة أنا بشكر حضاك عليها للتوضيح تماما وكانت يعني فعلا بتوثير مخاوف البعض زي ما تم القضاء على كل مخاوف السيدات الفضيات أعضاء النادي فيما يتعلق بمستقبل بناتهم وأولادهم والعضويات الأصلية التي تبقى عندهم وضم الزوج وضم الزوجة والزوجة اللي زوجها بيتوفى والحاجات دي كلها إيه تاني يا سستار من الحاجات اللي تم الاستجابة فيها للسادة أعضاء الجمال العمية وعظمت من دور الجمال العمية وبتعطي ميزة أكتر من اللايحة الاسترشادية كان من ضمن المقترحات على حتة والد العدو ودي برضو زي مبقولين اللايحة ما سابتش أي أنصر في عائلات الأهلي إلا ما تجاوبت مع معطاقات المتطلبة لها وطبعا ده حاجة جوهرية وحاجة ضروية حتة الوالد العدو نفسه إحنا نفلحة الاسترشادية نفسها خلوها إضافة الوالد العدو للعدوية العاملة للعدو الأصلي إن دي وفق لما يحدده مجلس إدارة إحنا بعدنا كل الحاجات التي لها ممكن تغضع أي مجلس إدارة سواء المجلس إدارة بالزبط كده لحياتنا اللايحة لها حطها عضاء جماعية لم تشترط أي شروط يحددها لمجلس ولا غيره على طول مباشرة يعني العابة عاوز يضيف والده مباشرة الطفل اليتيم الطفل اليتيم في الاسترشادية قال إنه يجوز ضمه كأدو تابع وما قالش تفاصيل يعني سبع بقى بعد كده إيه ما هو تابع ده ممكن بعد كده ده هو مؤكد في لحظة ما لما يوصل إنه هو يبقى في شروط الأدوية العاملة المستقلة وإكبر مش هيبقى عضو هو عضو تابع بس ده الاسترشادية في الليحة بتاعت النادي الأهلي اتنص عليها إنه ويعامل معاملة الأبناء وبنات العضو العامل نفس ما ينطبق عليهم ينطبق على الطفل سن الرجل تفصل عضويته ويصبح عضو عامل ولا حق التصويت والانتخاب الاسترشادية ما ذكرتش الطفل المشمول بوسائة العضو العامل اللي هو العضو يكون فيه طفل هو وصع عليه برضو لاحبت علينا قالت إنه هو الطفل المشمول بوسائة العضو العامل بمقتضى حكم أو قرر من الجهة المختصة قانونا يعامل معاملة أبناء وبنات العضو العامل حاجة أقوى الوصع على أبناء وبنات العضو المتوفي يعني فيه عضو متوفي لأبناء وبنات أطفال وفيه وصع عليهم لحيتنا قالت إن الوصع ده مش ممكن يكون الأطفال ده يخش النادم غير حد إن الوصع عليهم يطم إضافته كأضو تابع فيه حاجة متعلقة بعضوية أنجال الأعضاء ده ما كانش موجودة في العحلة السرشدية اللي هي بتطبق حاليا وده خاص بأنجال الأعضاء اللي هم صغار السن اللي مشمول بوسائة غير الأبوين اللي هو توفى يعني الوالد والأم يعني اللايحة بتاعتنا قالت إن عضويتهم لا تسقط بسبب عدم سداد الاشتراكات السنوية أو أي التزامات يعني الوصع ده محبش إن هو يسدد لأي حاجة ما سددش للأطفال ده قالك على طول تستمر عضويتهم حتى لو الاشتراك بتاعهم ما بيسددش أما يبقوا ليهم يبلغوا السن القانونية يخوموا بسدادها بسداد ما سبق دون أي غرامات يعني أعتقد إن الليحة خادت كل مراحل تطور العضو جوا النادي يعني الحمد لله وبتحافظ عليه تماما وبتعطي الحق بالزر يعني نؤقت كتير جدا اللايحة نظمتها مكانا كمان ما كادش موجودة فكرة من اللي حق تعديل اللايحة دي يا سستر الجماعة هم هي مش حدين الجماعة هم هي لما يدعى الجماعة هم هي غير عادية هو ده اللي ليهم حق اللي هم هي ومين اللي يتقدم بطلب للتعديل يعني لو إحنا عايزين نعدل نعمل إيه الإجراءات هل تم تم سياغة النسب المطلوبة وهي النسب أقل من المسكورة كمان في الاسترشادية اللي هو الاجتماع الثاني بتاع الجماعة العمومية غير العادية بس الحق ده للجماعة العمومية للجماعة العمومية أو يتقدم ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالطلب ويتقدم مرضه في النهاية مين الحكم هو الجماعة العمومية طيب وفي حال عدب اكتمال الجماعة العمومية تمرر التعديلات ولا لا تمرر لا تمرر التعديلات أنا كنت بسأل حضك عشان هذا السؤال يعني لو جمال عمية غير عادية ما اكتملتش يبقى المواد اللي مطلوب تعديلها لا يتم تعديل كل الوقتات الجديدة في التكنولوجي أو في تغطية حقوق الأدو دخلناها في اللايحة يعني دخلنا في اللايحة وهنا بقول دخلنا بقول كل جميع القوامل اللي اشتركوا مع مخترحات الكتيرة اللي جات من العضاء بالمناسبة في المخترحات دي تم تقسمها حسب العدد نفسه النسب اللي جات يعني مثلا المخترح البند الفلاني ده جي عليه ربعمائة طلب على المخترح ده جيه ربعمائة طلب فترتبت كينا بنسوت اللي هو زي بالزبط اللي هو تصويت بند بند على اللايحة فتبقى ليه تم تعديل البند الفلاني ليس لنا مصلحة مطلقا المصلحة هي مصلحة النادي الأهلي دي اللايحة بتسطر تاريخ النادي الأهلي وبتحفظ وتضمن حقوق أعضاؤه الحمد لله ما فيش لايحة في تاريخ النادي وضعها أعضاء جمعية عمية زي اللي بيحصل ده يعني قارط الطريق ماشيين عليها الحمد لله بمنتهى الشفافية طيب خلينا سأحاك سؤال مختلف شفافية كنتكمل لحياك اللي هي نقطة المخطئات الجديدة كنتكمل لحياك